سلام بنات شاء الله كلكم تكونوا بألف صحة وبألف خير إذن الفيديو اللي نهر اليوم كما طلبتوا مني بكثرة أني نعمل لكم ولا نحكي لكم عن تجربتي في زيت وشامبو تري شوب فبحكم أني جربتوا مدة طويلة وكملت كما لكم تشوفوا أراني كملتوا في زوج وعاوت وليت شريت زيت فقط لأنني نعمل في روتين جديد للشعر فبحكم أني أخدت عنه تجربة كبيرة فرح نحكي لكم عليه أولاً بالنسبة لشامبو تري شوب أنا كنت هاد المرة اشتريت لشعر صحي طويل وقوي مثل ما تلاحظوا وأيضاً فالزيت أيضاً اشتريتوا مكثف للشعر التالف مثل ما تلاحظوا فحبيتهم يعني يكونوا هكا مختلفين كنت قبل زيت هذا لشعر التالف كنت استعملت لشعر صحي طويل وقوي يعني يتماشى هكا مع الشامبو ولكن بعدها كنت شريت هذا النوعية إذن بالنسبة للشامبو صراحة لبنات لما عملتوا على شعري حسيت أنه شعري ولا خفيف ولا حريري خفيف ولكن بعد المداومة وبعد يعني الاستعمالات بكثرة يعني بعد مدة حسيت كأنه عادي كأي شامبو يعني ما حسيتش بفرق كبير بالنسبة للشامبو أما بالنسبة للزيت فكنت نستعملوا كل ما نقدر يمكن يعني أحيانا نستعملوا حتى مرتين في الأسبوع وأكثرية الأوقات نستعملوا مرة فقط في الأسبوع يعني إذا كان عندي الوقت في الأسبوع نستعملوا مرتين وإذا ما كانش عندي الوقت يعني يكون عندي ارتباطات نستعملوا مرة واحدة في الأسبوع ولكن ما نستعملش واحدون نستعملوا مع الخلطة اللي كنت عملتها لكم في القناة وكانت عجبت بزاف بنات رح نحط لكم في صندوق الوصف الخلطة هدي كنت نستعملو مع هاد تري شوب طبعا الخلطة هدي كنت خدمتها وحدي ونستعملو مع هاد تري شوب وعطتني نتيجة مبهرة والحد الآن يعني أراني نستعمل في الخلطة هديك مع هاد الزيت وعجبني بزاف يعني وكتف لي شعري نقص لي منه تساقط ولا يعني تساقط يعني مشكي مقبل يعني نقص بزاف يعني ما يتحسبش أنه تساقط اللي راهو فيا وايضا يعني كي ما قلت لكم كتف شعر ولا شعري نحسو أنه مش كي مقبل يعني مش خفيف مش باهت تو كان هكا يعني ولت نشوف أنه شعري ولا فيه لمعه وفيه كثافة ولا ما يتساقطش كي مقبل هذا بالنسبة للزيت مثل ما قلت لكم شامبو موليت شريت أما بالنسبة إلى الزيت وفا وليت شريتو وكيفش تعرفوا أنه الزيت أصلي ولا الماركة هذي أصلية كي قوم مكتوب عليها فازو هذي كما راكم تشوفوا هذي العلامة التجارية لما تشوفوا أنه هذي العلامة كينة وصنيعة في الهند أعرفوا أنه المنتج أصلي مئة بالمئة أما إذا ما لقيتوش هذي العلامة التجارية فأعرفوا أنه هذي المنتج تقليد بالنسبة للشامبو كنت شريتو حجم مثل ما قلت لكم لبنات زيت كنت عودت شريتو منه أما بالنسبة للشامبو فما راقيتش علي نتيجة مبهرة يعني فمولت شريتو ومثل ما قلت لكم أيضا الشامبو كان سعره 35.000 وأيضا الزيت أيضا 35.000 لـ 100 ميلي لتغ بالنسبة للزيت وـ 200 أمل بالنسبة إلى الشامبو إذن هذا هو الفيديو اللي بنات لنهر اليوم شاء الله تكونوا استفدتوا إذا أعجبكم الفيديو أدعموني بإعجابكم بهذا الفيديو أيضا اشتركوا في القناة لمزيد من الأفكار يعني والتجارب تلالي في رحكم وبي باي